السلام عليكم في هذا الفيديو سأشرح لكم كيفية إضافة موقع على خرائط جوجل بكل بساطة توجه إلى متجر بلاي ثم قم بالبحث على جوجل خرائط وقم بتحميل هذا التطبيق إذا لم يكن لديك أما إذا كان لديك هذا التطبيق وكان يوجد هنا تحديث أو update قم بالضغط على تحديث أو update لتنزيل آخر نسخة من هذا التطبيق بعد الانتهاء من تحديث البرنامج تظهر هنا أيقونات فتح أو open قم بالضغط عليها على هذا الشكل ستتوجه إلى التطبيق مباشرة هنا قم بالضغط على المساهمة أو علامة الزائد الموجودة بالأسفل أنت لن تظهر معك هذه الواجهة إذا كان لديك تطبيق محمل أول مرة فسيطلب منك تسجيل الدخول قم فقط بتسجيل الدخول عن طريق الجميل الخاص بك الذي قمت بالتسجيل عبر جوجل كرام بعد ذلك أعزائي المشاهدين اضغط من هنا على إضافة مكان ستنبتق معكم هذه الواجهة هذه الخاصية مهمة سأشرحها بعد نهاية هذا الشرح لذلك تابع الفيديو إلى النهاية فهو مهم تفاصيل المكان يقول لي يرجى تقديم بعض المعلومات عن هذا المكان قم هنا بكتابة اسم المكان يقول لي مطلوب اختر يعني اسم يكون مميز لكي لا يكون مشابها مع الأماكن الأخرى الموجودة في مدينتك لذلك اختر هنا اسم مميز وغير مستخدم أبدا في مكانك أو في المدينة الخاصة بك بعد ذلك هنا في الفئة يقول لي مطلوب اختر الفئة إذا كانت لديك صيدلية أو إذا كنت محاميا أو طبيب أو كان لديك محل للأطعمة والمشروبات قم بتحديد هنا الأماكن أو ابحث عنها من هنا مثلا سأبحث على صيدلية كما تشاهدون مثلا صيدلية على هذا الشكل هنا قلنا أضف اسم المكان الفئة الصيدلية العنوان مطلوب العنوان هنا إما قم بكتابته يدويا أو قم بالضغط من هنا على تعديل الموقع الجغرافي ثم من هنا أحدد المكان الخاص بك يمكنك تحديد أي مكان مثلا أنا سأختار مكانا عشوائيا مثلا هذا هو المكان ثم بعد ذلك سأضغط من هنا على حسنا كما تشاهدون العنوان هنا تم إضافته بشكل تلقائي وأنصحكم بإضافته بشكل تلقائي لكن إذا تعذر عليكم ذلك قم بإضافة العنوان يدويا بعد ذلك هنا يقع داخل يعني إذا كان الموقع الخاص بك في مبنى قم هنا بتحديد المكان بالضبط في هذا المبنى إضافة المزيد من التفاصيل قم بالنقر عليها هنا يمكنك إضافة ساعات العمل قم بإرفاق الساعات العمل التي تكون موجود فيها من هنا بعد ذلك قم بالضغط على حفظ كما تشاهدون صور المكان هنا قم بإضافة صور أنصحك بذلك لكي تضمن قبول سريع في جوجل مابس بعد الانتهاء من هذه المعلومة ستنبطق معك هنا أيقونة إرسال قم بالضغط عليها وسأخبرك جوجل مابس بأنه سيرد عليك إن تم قبول طلبك لذلك احذر جيدا وقم بوضع معلومات صحيحة لكي يتم قبولك ولا يتم رفضك أما الطريقة التي أردت أن أخبركم بها وهي يقول لي هل تمتلك هذا النشاط التجاري إذا كنت تمتلك هذا النشاط التجاري قم بالضغط على هل تمتلك النشاط التجاري ثم حدد جوجل كرام ثم جيست أنز هنا أعزائي المشاهدين هذه الخطوة متقدمة جدا على الخطوة التي شرحتها سابقا يقول لي البدء في إنشاء ملفك التجاري سيساعدك هذا في ظهور نشاطك التجاري للعملاء على بحث جوجل وخرائد جوجل بمعنى أنك ستظهر في بحث جوجل وليس خرائد جوجل فقط لذلك إذا كنت مهتم بذلك قم بكتابة هنا اسم النشاط التجاري الخاص بك كما قلت لك أنصحك بكتابة اسم النشاط التجاري غير مستخدم في منطقتك بعد ذلك هنا حدد الفئة ثم اضغط على التالي وتابع معهم الخطوات فهي خطوات بسيطة ولا تحتاجوا للشرح لأنني قد أطلت الشرح في هذا الفيديو لذلك لا تبخلوا علينا بوضع لايك لهذا الفيديو والاشتراك في القناة مع تفعيل الجرس ليصلك كل جديد كما قلت لكم أنصحكم بهذه الطريقة إذا كنت تريد تطوير عملك التجاري وإلى هنا أعزائي المشاهدين أنكم قد وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو ونراكم في الفيديو القادم والسلام ترجمة نانسي قنقر